زي ما انتم عارفين الجاو ساعة بقلو كام يوم والواحد بيأكل اي حاجة عشان يتدفى فالنهاردة خلينا اعمل مع بعض اكلة صحية نحاول اصلاح ما يمكن اصلاحه قمت جاي بحوالي ربع كيلو سدور فراخ ومتبل عمالح وفلفل قصمر وشوية كامون وشوية بابريكا وشوية زعتر وثون بودر وبصر بودر مع شوية زيت زتون وشوية خل وانقوم مقلبين كل حاجة مع بعض ولفنا بورق استريتش وحطنا في التلاجة من نص ساعة لساعتين لحد ما الفراخ تشرب التدبيل وعبل ما تتبل معنا هنقوم جايبين شوية خاصة واي خدار عندنا ومقطعين قطعة صغيرة مع شوية بصل وشيري توميت ولو انت عندك طماطم عادية مش هتفرق وفي اي طبق غوية عندنا هنقوم نزدين بالخاصة وعلي البصل وعلي الطماطم وعلى جنب هنقوم حطين شوية زيت زتون وعليهم خل مع رشة مالحفر في القصمر وكمون وكزبرة هنقوم نزدين بالخلطة اللي احنا عملناها على الخضار بتاعنا ونقوم مقلبين كل حاجة مع بعض وفي اي طاصة سخنة عندنا هنقوم الدين تشويحة بسيطة للصدر الفراخ بتاعتنا حوالي ثلاث دقائل لكل وش طبعا بلاش نقطع صدر الفراخ بتاعتنا على طول هنسبها حوالي خمس دقائل تريح وبالما تريح معنا هنقوم جايبين علبة زبادي وعليهم علاقتين طحينة مع رشة مالح وفرف الأصمر وكمون وكزبرة وهنقوم نزدين عليهم بشوية خلوه ونقلب كل حاجة مع بعض يبقى كده السوس جاهز معنا هنقوم جايبين صدر الفرخ بتاعنا بعد ما رايح خمس دقائلهم قطعينوش رايح زي ما انتم شايفين وفي اي طبع عندنا نقوم نزدين بالخضار وعليهم صدر الفرخة وفي الاخر كده نقوم نزدين برشة السوس اللي احنا عملناها وبس كده على خلصنا كنت عايز اقول لكم في الفيديو ده ان انا استعنت البرنامج رشاكو هتلاقي عليه وصفات كتير صحية وكمان محصوبة السعرات الحرارية غير كده كمان تقدر تحسب السعرات الحرارية على مدار اليوم فلو انت عايز تحمل البرنامج هتلاقيني سايبلك لينك في البايا او سايبلك لينك في اول كومين